تأتي للدورة الشهرية في اليوم في الأيام الأولى على شكل خفيف ثم تنقطع ثم تعود مرة أخرى في اليوم الثاني وكذلك في اليوم الثالث هل يجوز أن أصلي والحال ما ذكر وفي شهر رمضان كيف يكون الحكم جزاكم الله أخيرا إن كان هذا الدم الخفيف يكون مستمرا فإنه حيظ لأن الكدرة والصفرة في جمن العادة يكونني حيظا أما إن كانت غير متصلة وإنما تأتي في وقت قصير ثم تنقطع فإنك تتطهر وتصلين في وقت النقى وقت الطهر وتصومين إذا كان الانبطاع يوما كاملا تصومين وإذا عادت دم فإنك تجلسين له وما يقع من الطهر يكون طهرا متخللا في وقت العادة فتؤدينا فيه العبادة إذا التسع أما إذا ضاق وإنما يحصل في فترة قصيرة والباقي كله لدم أو كدرة أو صفرة فإنك تعتبرين حيظا ولا يعتبر هذا الطهر القليل لا يعتبر شيئا ترجمة نانسي قنقر